أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفنجا مع حرص الدولة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة جاء ذلك خلال كلمة للوزيرة القطها بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاح المؤتمر السنوي الدولي السابع سيدات شركاء النجاح من التعايش إلى التمييز وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة المصرية تتواجد وبقوة في عدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الألاف من فرص العمل